في الوقوف على الكلمات ومعاني الكلمات فيما يتعلق بكلمة الرئيس السوري بشار الأسد وكلمة الرئيس الأوكراني وما لحقها من برقية أرسلت من قبل الرئيس فلاديمير بوتين في أثناء عقاد جلسات هذه القمة سينضم إلينا تعليقا من القاهرة الدكتور أسامة السعيد وهو مدير تحرير جريدة الأخبار عنوين ملفتة دكتور لهذه القمة من المشاهد الظاهرة أمامنا في تقييمك جهود دبلوماسية وحنكة فيما يتعلق بهذه الاستضافة التي جاءت بفلاديمير زانسكي إلى هذه القمة العربية كيف قرأت هذا الحضور وهذه الكلمة وتبعتها ما تبعتها من برقية تضمنت بعضا من أفكار روسيا تجاه العالم العربي وكأنها رسالة موازية لرسالة الرئيس الأوكراني كيف قرأت ما شاهدنا يعني بداية نتحية لحضرتك ولكل سادة المشاهدين بالتأكيد هذه الرسائل السياسية هي رسائل لافتة أولا لأنه الدول العربية والقمة العربية السابقة في الجزائر كانت أعلنت مبدأ التوازن والحياد الإيجابي في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية كما أن مؤشرات تصويت الدول العربية مجتمعة في العديد من المناسبات كانت تعكس رغبة عربية واضحة في التوازن في الحفاظ على موقف عربي غير منحاز لأي من طرفي الصراع في تقديري أن اليوم أيضا انعقاد القمة وما حفلت به من أحداث كان أيضا مليئا برسائل سياسية واضحة ربما كان أبرزها حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي في طريقه إلى حضور قمة السابقة الكبرى ونعتقد هنا أن هذه ربما كانت رسالة واضحة لأن الدعوة كانت من قبل المملكة العربية السعودية المستضيف لهذه القمة وبحسب تصريحات لمصادر من الجامعة العربية لوكالة الأنباء الفرنسية كانت الدعوة موجهة من قبل المملكة العربية السعودية وهذا حق للدولة المستضيفة أن تدعو من تشاء من ضيوف طالما كانت هذه الدعوة من قبل الدولة المستضيفة وأعتقد أن بالفعل كما حضرتك أشرت إلى أن هذا يعكس ربما حنكة يعكس ربما رسالة سياسية واضحة أعتقد أن حضور الرئيس سيد زيلانسكي هل هي رسالة أم تصنف أنها دهاء سياسي اتصالا بما يدوره في المنطقة من ترتيبات هي رسالة تعكس دهاء سياسيا في حقيقة الأمر لأن حضور الرئيس سيد زيلانسكي للقمة ربما يؤشر إلى أن هناك رغبة عربية ورغبة سعودية في وصفها الرئيس الحالي للقمة العربية أن يكون هناك دور أكبر للدول العربية على المسرح العالمي وعلى صعيد القضايا الدولية أيضا لا يخفى على أحد أن هناك اعتراض غربي واعتراض أمريكي على وجه الخصوص على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وكانت هناك العديد من التقارير التي كانت تشير إلى وجود ربما ضغوط غربية وضغوط أمريكية لعدم عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن في تقديري أن القرار العربي والإرادة الجماعية العربية انتصرت لفكرة استقلالية القرار العربي وربما هنا كانت رسالة واضحة أن الدول العربية لا تدخل في عداء مع المصالح الغربية لا تعادي القرارات الدولية ولكنها أيضا قادرة على حماية مصالحها المشتركة مصالحها العربية العربية وبالتالي في تقديري أنها كانت رسالة ذات بوعد سياسي ذات إطار يتمتع أو يشير إلى حنكة وقدرة على إدارة المواقف المختلفة ومخاطبة القوة الدولية المختلفة كما أشرت حضرتك أيضا كانت هناك رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فضلا عن دعوة مبعوث من السفارة الروسية في المملكة العربية السعودية لحضور القمة وكأنها رسالة أن الدول العربية تحاول أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف تحاول أن تقدم نفسها على أنها طرف متوازن لديه علاقات منتدة وأيضا إذا ما مددنا الخيط على استقامته أعتقد أن استضافة المملكة العربية السعودية لقمم ثلاث على مدى شهور ماضية قمة جدة للأمن والتنمية والتي حضرها الرئيس الأمريكي بايدن أيضا قمة الصين أو منتدى الصين للتعاون العربي أيضا كانت قمة مهمة وحضرها الرئيس الصيني والآن يحضر الرئيس زيلانيسكي والرئيس بوتين يخاطب القمة أعتقد أنها كلها مؤشرات على دور عربي فاعل في المسرح الدولي على رغبة عربية في أن تكون الدول العربية لديها أدوار واضحة في الفترة المقبلة